اتحاد الكرة والجهاز الطبي المنتخب مصر بيجاهز الآن تقرير مفصل عن إصابة محمد صلاح عشان يتم إرساله إلى ليفربول الإنجليزي خلال الساعات ده ببناء على طلب من ليفربول محمد أبو العلا طبيب المنتخب مع الجهاز الطبي في ليفربول بيشتغل مع بعض على كافة تفاصيل علاج صلاح بعد تأكد إصابته زي ما قلت لكم بشد فيه على عضل خلفها من الدرجة الأولى ويغيب عن مبراطين لمنتخبنا الوطني الأولى أمام كافردي في نهاية الدور الأول والسانية بإذن الله بإذن الله عند صعودنا لدور الستاشر بمناسبة دور الستاشر إيه بقى؟ بس تبوننا النهاردة كان بردي خلاص ضمن الصعود والسناغال ضمن الصعود إحنا كانوا المففهولين بقى ضمنين الصعود ستة نقط مظنبيك منافس سهل جداً وكان في أسوأ أحوالها كانوا مفهولين بقى ستة نقط بس بقى أنها نقطتين والله حصل حصل والله حصل حصل قبل بس مروح لسيناريوهات تقهل منتخبنا الدور الستاشر افتكرت حاجة دلوقتي عايزة أقولها لحضراتكم بخصوص محمد صلاح تفهم الوضع بمعامل إزاي سألوا دي يجو جوتا مواجم البرتغالي لفريق ليفربول الإنجليزي قالوا له هو محمد صلاح هيأثر قد إيه على ليفربول في حالة غيابه لما هيغيب يعني عن الفريق في كاس الأمم الأفريقية فقال لهم تأثير محمد صلاح كبير جدا 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 تأثير غيابه كبير جدا على الفريق حتى لو ملمس الكور حتى لو ملمس الكور ليه قال لك بقى لك كنت ليس أقول لك من شوية ده قال لك المنافسين اللي بنلعبهم بيحطوا طريقة لعبهم وخططهم وا 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 على محمد صلاح إزاي نمسك محمد صلاح دايما محمد صلاح في اتنين تلاتة مسكين وده بيدينا مساحاته حرية أكبر فوجود محمد صلاح في الملعب حتى لو ملمس الكورة مفيد لليفربود ده مين اللي بيفكر كده دي جوجوتة المهاجم البرتغالي وإيه بقى ليفربود كلها نجوم ما شاء الله يعني يمين شمال نجوم فوق تحت الدفاع حارس كل حاجة وعارفين قيمة محمد صلاح غريبة والله